بسم الله الرحمن الرحيم كان من المقرر أن تنطلق هذا الصباح الساعة التاسعة والنصف بحسب نتائج الانتخابات إلا أن تكليف سيد الأمين العام لحزب الأصلة والمعاصرة بمهمة جعل اللقاء معه سيكون في المساء ولهذا ستقع البداية بالحزب الذي يليه وهو حزب الاستقلاب ثم بعد ذلك تجمع الوطني الأحرار مع الاتحاد الدستوري ثم بعد ذلك حزب الأصلة والمعاصرة ثم بعد ذلك الحركة الشعبية وستستمر هذه المشاورات غدا صباحا مع كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية تباعا سيد رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها تحذوه إرادة من أجل الإصراع بهذه المشاورات حتى يقع أولا تأسيس أغلبية قوية وتتلوها إرساء مشروع حكومة هناك حالة من التعبئة لذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية حتى نكون عند حسن ظن جلالة الملك وحسن ظن الشعب المغربي وشكرا ترجمة نانسي قنقر